السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم يا متابعين كورس تعلم اللغة الإنجليزية المستوى الأول مع ميس إمي أحمد النهاردة هنبدأ الدرس السادس أو يونت سيكس في لفل وان يلا بينا هلو أبريبوان هاو ار يو اي هوب يو ار او كي تداي we will take unit 6 my family is nice my family is nice يعني عائلتي لطيفة من البكتور كده من البكتور اول first picture here نعرف ان عطول اليونت بيتكلم about the family كمان التايتل أو عنوان اليونت بيقول لي my family is nice يعني we are talking about family who are those people واخدنا قبل كده ان هو بدي اسأل على العاقل who are those people طبيعي ان they are a family they are a family وزي ما احنا متعودين في الكورس بتاعنا ان احنا بنبدأ الكورس بالdialog عشان نعمل practice الconversation او على الspeaking عندنا الdialog between مات and judي مات ادي مات و judي do you see my new watch شايف الساعة بتاعتي الجديدة my new watch قلنا قبل كده لما بقى اتكلم عن حاجة انا املكها يسي my watch ساعتي او ساعة اللي ملكي yes it's cool and very old حلوة وشكلها قزيم it's a gift from my grandfather it is a gift يعني هي هدية from my grandfather يعني هي هدية من والدي او من جدي grandfather الجدي it's wonderful and its colors are beautiful هي جميلة وكمان الوانها جميلة جدا and it runs very well too يعني شغالة كويس جدا i think your watch looks like mine انا اعتقد ان ساعتك تشبه ساعتك really how is that ازاي my watch had the same colors as yours my watch يعني ساعتي نفس الوان the same colors as yours نفس الوان ساعتك نحاول كتير نبراكتس الدايالوج ده كل اتنين يعملوا براكتس مع بعض يقروه وكأنهم بيتكلم خش على الجرامر عندنا هنا الجرامر عندنا حاجة هنا اسمها possessive adjectives possessive adjectives اللي هي دمائر الملكية possessive sorry possessive pronouns اخذنا في يونت 1 قبل كده possessive adjectives اللي my your his hair our its with theirs اما النهاردة هناخد حاجة اسمها possessive pronouns دمائر الملكية ايه هي دمائر الملكية وايه الفرق بينها بين صفات الملكية او possessive adjectives اللي اخذناها possessive adjectives اللي اخذناها كان بيجي وراها الشيء المملوك او النهون او الحاجة اللي انا بمتلكها يعني بقول اما ايه الفرق بينها وبين دمائر الملكية دمائر الملكية بتيجي في اخر الجملة ما بيجيش وراها نعون او ما بيجيش وراها الشيء المملوك بيجي قبلها خلاص بقول mine بقول mine يبقى I تاخد my mine you your yours he his his she her hers we our ours with they their and theirs يعني لو هقول this is my book فهنا هقول this book is mine يبقى انا mine with yours with his with hers with ours with theirs بتيجي في اخر 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 الجملة زي ما انتشوفين كده جاي وراها ايه full stop ده بتاعينو كده write a possessive pronoun for each sentence يعني هنحاول ننهي الجملة دي بالpossessive pronoun صح jeff's car is black jeff's car is black jeff the he فياخد his يبقى هقول the black car is his تمام number two jackie's watch is new jackie she jackie's watch is new يبقى the new watch is jackie يعني she هتوب hers the new watch is hers number three my books are on the table my books are on the table يبقى the books on the table are بتاع مين the books on the table are ايه مش ماي بتاع انا ماي تحول تبقى ماين يبقى the books on the table are mine number four my brother has a white bike the white bike is my brother the he the white bike is his number five debbie and jeff's house is blue debbie and jeff دولة one or two okay two يعني he ولا she ولا they طبعا they they تبقى theirs يبقى the blue house is theirs number six we have a big classroom we we يبقى the big classroom is ours excellent كده احنا عرفنا possessive nouns والفرق بينها والpossessive adjectives النهاردة هنخش على درس مهم جدا انا بالنسبالي الدرس ده هو مفهوش grammar بالمعنى كل اللي فيه structure بس الميزالي مهم جدا ليه بقى هناخد فيه adjectives والadverbs adjective قلنا يعني الصفة يعني ايه adjective يعني الصفة بتوصف noun الadjective ده بيدسكرايب noun الصفة بتوصف اسم يبقى طبيعي هيجي قبلها اسم او بعدها اسم يعني هقول he is good ممكن اقول he is good what's good he is good انا بوصفه بانه هو شخص كويس he is a good doctor يعني هو الدكتور جاية بوصفه انه هو دكتور جاية اوكي good doctor يبقى لما يبقى عندي noun الadjective يجي قبلها على طول او لو انا مش هيجي وراها adjective سوري مش هيجي بعد الadjective noun ممكن اسيب الadjective الوحدة بس من غير a يبقى he is good he is bad he is fast he is careful وهكذا خلاص وعندي امثلة كتيرة زي the trees are beautiful انا بوصف ال trees بانهما beautiful ونازم نعرف ان الصفة او الصفات في الانجلش ما بتجمعش ابدا ما بتجمعش a red apple انا بوصف ال apple بان هي red an interesting man بوصف المان بان هو interesting ما ينفعش اقول an apple red لا الصفة بتيجي وبعدها نعونا على طول طب تعالوا نبص على الصور اللي هنا زي ونحاول نعمل جملة number one متجاوبة من يصف عندي ال elephant وعندي rat the elephant نوصف ال elephant بان هو big the elephant is big but the rat is small زي ما نشايفين the rat is small the elephant is big next clean this room انا بوصف ال room دي بانه ايه clean this room is clean but لكن that room is dirty that room is dirty اوكي number two لو هنتكلم عن الكار هنقول ايه this car is expensive بان طبعا من شكل الكار ان هي expensive ان هي ايه غلي this car is expensive but لكن عشان انا هدي العكس هدي الصفة العكس but that car is cheap يعني العربية يدير خيصة they are good but they are bad they are tall but those are short she has long hair she has long hair يعني هي شعرها طويل but she has short hair she has short hair يبقى فهمنا يبقى فهمنا ان الصفة او الاجكتف بتوصف النون طيب بالنسبة للآدفرب الآدفرب اقربه لكم كده زي في العربي الحال يعني ايه الحال يعني انا بوصف الverb الآدفرب describe the verb يعني ايه describe the verb يعني بيوصف الفعل او الحدث اللي بيحصل ده بيحصل ازاي الآدفرب can tell you where ممكن يكون where زي في العربي كده عندنا الظهر في المكان الآدفرب can tell you where او when او how طيب بعمل الآدفرب ازاي في حاجة اسمها regular adverbs irregular adverbs regular adverbs اللي هو انا بجيب الآدفرب وحطنهم الواي بس بجيب اي صفة او اي اجكتف في الانجلش وحطنها الواي في الاخر زي beautiful بقيت beautifully warm warmly quick quickly slow slowly happy happily nice nicely وهكذا بس لما يكون اخر حرفة عندي في الآدفرب واي بشير الواي وحاولها الاي الواي دي حاجة سهلة جدا هنتعود عليها بالبراكتس كتير لما اقول an is beautiful beautiful هنا adjective والأدفرب انا بوصف an بانه هي beautiful جميلة يبقى beautiful هنا it's an adjective دي صفة and drives quickly sorry the car is quick سهيرة سريعة لكن and drives quickly يعني and بتسوق بسرعة يبقى انا بوصف هي بتسوق ازاي هنا ضرف حيلا زي ما احنا بيبقى لدينا Dialog في الاخر ال Dialog بالنسبة لكم دلوقتي النهاردة في class النهاردة ده Home اللي بتعمل هتاخدو screenshot دلوقتي وتعملوا practice عليه كتير جدا جدا مع صحاب كو هو سهل مفهوش حاجة بيتكلم عن present sample وده practice على unit اللي فات نراجع بقى اللي احنا اخدنا النهاردة اخدنا adjectives والadverbs وقلنا ان الadverb يوصف الverb how does she dress how does she dress يعني هي بتلبس ازاي تعالوا كده نشوف السنتنس دي ما تومت انا بسأل على الحال يبقى انا هستخدم adverb يعني احط في اخيرها ال why طب تعالوا كده نحط ال why my friends always eat quickly my friends always eat quickly شايفين quickly اخيرها ال why my sister dresses nicely we walk happily on the street john usually studies quietly شايفين ال why طب يلا بقى احنا بقينوا شطورين وفيهمنا adjectives والadverbs let's answer together هنا انا عندي صفات وبقولك حطيلي منها adverb or adjective يعني احنا نقرأ جملة ونشوف المفروض ان انا استخدم هنا adjective ولا adverb هنا she's happy بوصفها بان هي happy she plays happily she plays هي بتلعب ازاي بتلعب حب اللي مبسوطة هي بتلعب يبقى انا بوصف play يلا number one الحل سوا you drive ها careful ولا carefully انا عندي drive انا باشرح او بوصف هو بيسو ازاي carefully number two he always finishes his work quickly she writes carelessly they walk quickly he understands easily وقلنا عشان easy اخيرا why تتحول la i l y he does his homework ها هقول good ولا well well ليه عشان good مش هحط لها l y the irregular adverb دي بتتحفز good بتتحول l y fast fast early early hard late late كل اللي جاي ما بيتغيرش ما بيحط لهمش l y من اول number six لحد number ten ما بيتحط لهمش l y he talks fast he gets up early they work very high we leave late yola نحل اللي تشوز هسيبهولكو تحلول وحدوكم عملو pause للفيديو وحلو وبعدين ارجعو check your answers وكده unit six يكون خلص بمنتحة السهولة اهم حاجة نعرف ايه الفرق بين adjective adjective والadverb ونذكرهم كويس عندي verbs اللي خدناها في اليونت وعندي nouns وعندي adjectives والadverbs وليونت كان عن ايه بالنسبة للgrammar هتذكروا ده كويس جدا وما تنسوش ان احنا في اخر الفيديو لازم بديكم الhomework this is your homework ok it's very easy i hope you like it i hope you do it easily thank you so much ما تنسوش تعملوا like للفيديو وسبسكرايب للقناة وتعملوا share share لكل صحبك عشان توصل لأكبر عدد من الطلب thank you so much and goodbye